ضمن إطار اجتماعاته المفتوحة لإنجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022 استأنفى مجلس الوزراء جلسته صباحا هذا اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء كما حضر الاجتماع أمين عام رئاسة مجلس الوزراء مدير عام القصر الجمهوري مدير عام وزارة المالية ومدير الواردات في هذه الوزارة وقد جرى درس المواد من 120 إلى 139 يعني استكملت دراسة الموازنة بجميع موادها للآن وكنا اتفقنا في درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي في حال إقرارها من قبل المجلس النياب الكريم أن يعيد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقا وقد كانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق لأن الحكومة مدعوة إلى بدء السعي إلى رد بالهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني كما جرى نقاش معمق حول وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية وجرى تداول بدرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين لأن الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف إلا إلى الإمعان في تقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا أن هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود إلى فئة قليلة من المواطنين كما يجري في استغلال ضيق حالهم بتحصيل المزيد من الأرباح غير المشروعة خصوصا بما يجري في قطاعات المزود وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء وسيكون لمعالي وزير المالية إطلالة إعلامية لاحقا لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع وتقرر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة صباح غد الساعة التاسعة صباحا لقراءة التقرير المقدم من معالي وزير المالية حول مشروع الموازنة كما سيصار إلى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية إقرار مشروع الموازنة في جلسة غد بالمواد من واحد إلى مئة تسعة وثلاثين شكرا بالنسبة للدولار الجمركي تقرر إيكال هذا الأمر إلى معالي وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استفاء عقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي ما صار في شيء عم نحكي أنه فيه تعدد بسعر الصرف وهذا لا مصلحة في الاستمرار في إبقاء تعدد في أسعار الصرف للدولار الأبركي رح نترك لمعالي وزير المالية بحسب النص القانوني الجهة التي تحدد سعر الصرف هي اللي بتحدده بقرار يصدر عن معالي وزير المالية جرى نقاش بهذا الموضوع وبالنتيجة كل هذه المواضيع التي جرى النقاش فيها بعد ما وصلنا إلى إقرار نهائي لكل مادة على حدة لأنه بده ينظر بالنتيجة هذه الواردات المتوقعة الدايرة تجيب باكي لمصلحة المالية العامة حتى يتحدد أوجه الإنفاق ويتحدد بالنتيجة العجز فهيدي كله قيد البحث لا ما فينا نعمل أسعار جديدة للدولار الجبركي بدنا نعتمد معيار معين هالمعيار قد يكون صيرفة هذا كمان أخذ حيزا كبيرا في النقاشات اليوم موضوع تصحيح الأجور في القطاع العام وبالحقيقة كان نقاشا كتير في نظرة اجتماعية ومعيشية وإنسانية ولكن كمان بدنا ننظر إلى إمكانيات الخزينة وما يمكن أن توفره الواردات حتى يتقرر المناسب بهذا الشعر شكرا في معالي وزير الطاقة لديه فضل معالي وزير الاختصار نحن على الهواء نحن أول شي شكرا لوجودكم نحن اليوم طبعا متابعة الموضيع المتعلقة بالموازني بس نحن اليوم عم نحكي عن موضوع محدد اللي هو الموضوع بيهم كل المواطنين لبنانيين خاصة اللي بيستهلكوا ميزوط خاصة للتدفئة أو لتشغيل المولدات وأيضا اللي كمان اللي بيستهلكوا كهرباء ويدفعوا للمولدات الكهرباء عنا تجاوزات عم بتصير وعم بوصلي فيها أنا مستجيل تتير ومعالي الوزير كمان بالنسبة لموزعي المزوط اللي عم بيتجاوزوا الإجراءات المحددين والرسوم المحددين بالنسبة لفتورة المزوط يعني سعر المزوط وعم بيكون في مثل سوق سوداء والتجاوزات وعم بيطلبوا يندفع طبعا هو بالدولار إذا كان واصل عند يعني بيزنس تو بيزنس وإنما عم بياخدوا عمولات لأكبر من السعر وعم بتوصل لحد العشرة أو خمسة عش بالمية حسب حسابات اللي عم تشوفها وهيدا شي مش مقبول وهيدا جريمة يعني هيدا يعد جريمة يجب أن يحاسبوا عليها وحكينا بهيدا الإطار أنه لازم نفعل عبر مؤاذرة وزارة الداخلية وقوى الأمن ملاحقة والقضاء ملاحقة هذه الأطراف المخربة وأخذ الإجراءات بحقها وصولا إلى التغريم إلى المناسب ما هو مناسب وبالنسبة نفس الشي للتجوزات اللي عم بتصير بأسعار الكهرباء للموتورات يعني الكهربة المولدات الخاصة اللي هي نحن حطين السعر بشكل أنه ما يكون مشحف مثل ما إنا بحق اللي بيشغلوا وعم يستهلكوا الميزوت لحتى يشغلوا بالسعر بالسعر الغير مدعوم ولكن بيبقى أنه ينفزوا هنا التزاماتهم المحددة بالقنون وبالمراسيم اللي هي تحديدا الالتزام التعريف بالديرة والالتزام أيضا بتركيب العددات ومعالي الوزير بدوا يساعدنا بهذا الموضوع وخاصة نحن عاوضين كتير على معالي وزير الداخلية أنه يفعل الأمن الداخلي والأجهد الأمنية المعنية لمساعدة طاقة لأنه نحن ما عنا العديد اللي لازم لنعمل هذا الشر أنا بدي بس عقب على ما قالوا على ما ذكروا وزير الطاقة نحن اليوم بلشت تجينا شكاوي هذا موضوع يعني طارق بامتياز مشان هيك نحن اطرقنا لأله كمان على هامش الجلس اليوم بالنسبة لموضوع أسعار المزوط وتخزين المزوط واحتكار المزوط أنا كوزارة اقتصاد اليوم في تسعير طالعة من وزارة الطاقة أنا اللي بدي أقوله الرجاء سمع هذه الرسالة بشكل كتير واضح أي حدا اليوم خاصة بالمناطق الجبالية اللي هي البرد فيها اليوم ظروفه كتير صعبة أي حدا بده يستغل هالظرف الصعب وبده يحتكر أو يخزن مزوط أو يرفع أسعار استغلالا للمواطن وظروف الناس الصعبة اليوم حيلاحق وأنا بحثت هلأ بعدة آليات مع وزير الداخلية مع البلديات لو وصلت الأمور لملاحة عبر النيابات العامة المالية وعبر القضاء لو بدي أنا أنزل شخصيا أخذ معي هالملاحقات وأصل فيها عباب القاضي ودق عليه لنفذها أنا حنفذها لأنه أسعار المزوط اللي عم تطلع من وزارة الطاقة لا يجوز اليوم استغلالا بها الزرف الصعب الناس عم تموت من البرد وتحديدا بالمناطق النائية والجبلية والبعيدة أي مخالف سوف يلاحق بأشد الوسائل الممكنة وكل الوزراء المعنيين اليوم نحطوا بهيدا الجو وارحموا الناس وارحموا بهالظروف الصعبة كل الناس اللي محتاجة للمزوط للتدفئة ومحتاجة للمطيرات لتقدر تدور وسائل تدفئة مختلفة وشكرا ما فيه ما فيه عم ضالنا حكيها بالعموم ما فيه ولا غير ما فيه نحن قلنا هذا قطاع اليوم عم يشتغل بشكل غير قانوني بس هذا قطاع اليوم عم بيأمن بديل عن الدولة للطغطية ونحن بنعرف ان الدولة عندها مشكلة نحن اللي قلناه انه عم نشتغل مع وزارة الطاقة انه يكون في قلية لان بعد المشوار طويل بس انا اللي قلته برجع بعيده بكرره اليوم بلشنا نشوف نحن فيه تحسن بالأداء من قبل اصحاب المولدات رغم انه فيه مطارح كتير فيها ظلم واجحاف تجاه المواطنين بس بلشنا نشوف من بعد ما عملنا اخر لقاء انه فيه اصحاب مولدات بلشوا يفهم انه المشوار طويل وما حنتنازل نحن على المطالبة بحق المواطن وبالتالي هالمولدات يمكن تبقى بعد سنة يمكن تبقى بعد خمسة قبل ما نحن نجيب الطاقة 24 ساعة المولدات مش رايحة مطرح انا مش عم بعطيهم باس بس انا اللي عم قوله انه نحن يا اما بدنا نضل نكسر ببعض يا اما هن بدون يمشوا بالارشادات اللي نحن عم نعطيها اللي اكتر من محقة واكتر من عادلة من ناحية التسعيرات اللي لا يجوز بقى ينقال انه هادي التسعيرات عالية او مش هادي التسعيرات عم تصير بدقة متناهية انا عدت مع الوزير وبحثنا فيها هادي عم تصير استنادا على وقاع وفيه هوامش ارباح اليوم اللي بدي يقولنا ما عم بقدر وعم بقدر صرت ايلة كذا مرة انا يتفضل يسكر ويروح يشوف له مصلحة تانية ما بحنقبل اي اعزار يعني غير هالطريقة هادي بالشدر بس خصوص الموازنة لانه هذا كمان اهم موضوع الموالدات شو المنفخوص نعمل منه معنى الجاوة وخصوص الكهرباء الزم بحث لموضوع سنفة والتسعيلة ما لازم تقول هادي بالنسبة لموضوع الموالدات لانه عم بيقلك انه فيه تحسين تحسن ولو نسبي دايما الامور نسبي تاني سؤال ايه ما وصلنا لبعد يعني نحن حابين نشوف بها الموازنة ونحنو صلى بيدوي لانه صار فيه هلأ اليوم تقرير بايدنا شامل اكتر بيوضح بالصورة بشكل مختصر بدل ما يكون مستفاد ومثل ما كنا حكين قبل انه متسلسل بلا ما نفهم الصورة الاجمالية بالأول اصبح فيه تقرير بدنا نقرأ بالأول بالجلسة المقبلة لنفهم الوضع العام وبن خلاله وبعدين مرجع نعالج مش بس الكهرباء القطاعات التي فيها اليوم اصبح ثغرة مالية من وراء زيادة النفقات من وراء التدخم وسعر سعر صرف الدولار وشح الواردات من وراء التعريف اللي ملح فلذلك هون عنا قطاعات مش بس قطاع واحد عنده ثغرات نازم كل قطاع عنده ثغرات عالجه ويكون عنده حل خطة لا إصلاحه لا النهوض فيه لا استدامته لانه الناس بحاجة لها الخدمات فهيدي بتيجي بدورة وليزم نعالجها ورح نعالجها بخير الله